منذ بدايته شهد عام 2022 رحيل عدد من النجوم والمشاهير الذين ترقوا لنا إرثاً فنياً كبيراً وكانت أسباب الرحيل متعددة بين المرض والموت المفاجئ أحمد الحقار سكت العود من أوائل النجوم الذين غيبهم الموت عن عالمنا في عام 2022 إذ توفي في الرابع من يناير عن عمر يناهز الخامسة والستين عاماً وأعلن عن خبر وفاته شقيقه الفنان علي الحقار عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحقار وكانت أسباب وفاة أحمد الحقار طبيعية للغاية وذلك بحسب تصريحات شقيقه المطرب علي الحقار والتي قالها أثناء استضافته في إحدى حلقات برنامج معكم مونة الشاذلي المذاع على شاشة سي بي سي وقال إن الشقيقه توفي في منزله وهو على سريره أثناء مشاهدته لماتش بيرلياردو مضيفاً رحلة في السلام هو طول عمره كان راضي المعروف أن أحمد الحقار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ينتمي لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحقار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم علي الحقار رحلة الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا عن عمر يناهز الخامسة والستين عاماً بعد صراع طويل مع سرطان الرئة وكان المخرج عمر عرف من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن خبر وفاتها حيث نشر صورة للراحلة عبر حسابه على تويتر معلقاً الحنون أم شريف في جنة الخلد أدعو لها مها أبو عوف مها أبو عوف تنتمي لعائلة فنية كبيرة حيث أن والدها الفنان أحمد شفيق أبو عوف وشقيقها الفنان الراحل عزة أبو عوف وعقب تخرجها من الجامعة الأمريكية كونت مع أشقائها فرقة 4M الغنائية أو آخر السبعينيات واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة وقدمت العديد من الأدوار في أكثر من عمل فني متنوع عيدة عبد العزيز الفنان عيدة عبد العزيز رحلته إلى الأخرى بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهزة 92 عاماً خبر وفاة عيدة عبد العزيز أعلن عنه وقتها الفنان الكبير مونيرك مكرم عذو نقابة المهنة التمثيلية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتب الدوام لله الفنان عيدة عبد العزيز تركت عيدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية المميزة أبرزها النمر والأنثى وحائط البطولات والحرام والعبيض وغيرها من الأفلام المميزة وعلى مستوى الدراما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منها يوميات ونيس ضمير أبل حكمة وغيرها من الأعمال جلال الشرقاوي توفي أيضا في عام 2022 الفنان الكبير جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما نتيجة إصابته بفيروس كورونا الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية سريعا ليفارق الحياة بعد إصابته بهذا الفيروس بأيام قليلة وانتشر خبر وفاته عقب قيام ابنته عبير الشرقاوي بالإعلان عن رحيل والدها بقلب منفطر ومشاعر حزينة اتكتبت وقتها عبر صفحتها على فيسبوك إن لله وإن إليه راكعون بابا في ذمة الله سامي فهمي نيجم حكاية ميزو ومن بين الفنانين الذين رحلوا في هدوء تام هو الفنان سامي فهمي ونشرت شقيقته عيدة فهمي صورة لشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيسبوك ونعته رسميا بقولها أخي سامي فهمي في ذمة الله أدعو له وشارك سامي فهمي في الكثير من الأفلام منها ميعاد مع سوسو الشك يا حبيبي لست شيطانا ولا ملاكا اعتداء ومسلسلات على هامش السيرة برق الحظ الأيام محمد رسول الله زينب والعرش فضلا عن مسلسل حكاية ميزو وقدم شخصية سلطان الشهيرة وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي عش المجانين قبل أن يهاجل إلى أمريكا لأجل الدراسة الإخراج ثم قرر الاستقرار هناك لمدة ثلاثين عاما وتفرغ لإدارة الأعمال وعاد إلى القاهرة عام 2018 في أول زيارة بعد الهجرة وحاول العودة للحياة الفنية وشارك ببطولة فيلم ورقة جمعية عام 2019 رجاء حسين بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخات وفيت فنان رجاء حسين عن عمر يناهز الثمانية وثمانون عاما وأعلنت الصفحة الرسمية للنقابة المهنة التمثيلية عن خبر هذا الخبر عقب وفاتها بساعات قليلة الفنانة رجاء حسين انضمت لفرقة الريحاني سنة 1958 عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية ومن أبرزها أحلام الفتاة الطائر أمام عاد الإمام وملحمة الشهد والدموع مع النقوم خالد زكي ويوسف شعبان ومحمود الجندي وعفاف شعيب كما شاركت في أغلب أفلام يوسف شاهين ومن أبرزها العصفور وعودة الإبن الضال كما رحل عن عالمنا أيقونة دراما التسعينيات هشام سليم رحل أيضا الفنان هشام سليم في عام 2022 بعد صراع طويل مع مرض السرطان وأعلن وقتها الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية خبر وفاة الفنان هشام سليم في أكثر من وسيلة إعلامية مصرية وكشف الفنان هشام سليم في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه في أحد البرامج وتنوعت أدوار هشام سليم وفي كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته في تكسيت الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره في كل مراحل عمره الظهور السينمائي الأول له كان في فيلم إمبراطورية ميم عام 1972 ثم شارك في فيلمي أريد حلا وعودة الإبن الطالب ولمع نجمه هشام سليم في العمل التلفزيوني خاصة في فترة بداية التسعينات حيث قدم مسلسلات الراية البيضاء ليالي الحلمية أرابيس كوانيم جاردن سيتي أماكن من القلب لقاء على الهواء وكانت آخر أعماله في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز كما غادر عالمنا الفنان أحمد حلاوة حيث عاش الذي عاش حياة صعبة خلال أيامه الأخيرة خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا ورغم تعافي من هذا الفيروس أخرجه من المستشفى الذي كان يتواجد بها إلا أن أثارها سببت له مضاعفات كبيرة وكانت سببا في وفاته عن عمر يناهز الثالث والسبعين عاما وقدم على مدار تاريخه الفني ما يزيد عن مئتين عمل فني وبارز في تقديم الأدوار الكوميدية وله العديد من الأدوار الهامة وبجانب التمثيل تميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحرك الدماء والنحت وأسس مجمع حلاوة للعلوم والفنون المتخصص في الفنون التطبيقية مثل الرسم على الزجاج كما رحل عن عالمنا الفنان الشامل سمير صبري عن عمر يناهز الستة وثمانون عاما بسبب معاناته في مشاكل في القلب وعقب وفاته الذي أعلنت عنه صفحة نقابة المهنة التمثيلية على فيسبوك خيم الحزن على الوسط الفني خاصة أن الراحل كانت تربطه علاقات طيبة مع زملائه والمحيطين به في الوسط ومن المعروف عن الفنان الراحل سمير صبري أنه رغم مرضه وتواجده في المستشفى فقد كان حريصا على تسجيل حلقات برنامجه ذكرياتي وكانت آخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع نجمة الأوبرا العالمية فرح ديباني وعمل سمير صبري في بدايته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم أتقى للتمثيل والغناء وشارك في أكثر بمئتين عمل وكانت آخر أفلامه حدث في اثنين طلعت حرب من أشهر أعماله أفلام البحث عن فضيحة وصائد الأشرار وجحيم تحت الماء والتوت والنبوت والبيت الملون الفنان زكي فطين كغيره من زملائه الذين سبقوه لم يستطع الفنان المخرج زكي فطين مقاومة السرطان الذي أنتشر في أجزاء كثيرة بجسده ليفارق الحياة عن عمر يناهز واحد وستين عاما وعقب إصابته بالمرض كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك أصدقاء الأعزاء عملت التحاديل والأشياء المطلوبة واكتشفت للأسف أني عندي ورنف المخ للدرجة الرابعة آسف أني مش هرد على تليفونات أدعو لي بالشفاء يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب والفنان الكبير الراحل ليلة مرهد تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج لتنطرق رحلته كمساعد مع عالي بدرخان في فيلم أهل القمة وعمل بعدها كمساعد مع يوسف شاهين وقدم خلال مسيرته كممثل ما يقارب من خمسين عملا فنيا كان أبرزها مشاركته في مسلسل أهل كايرو وبين السماء والأرض والنهاية ورحيم فيما كانت آخر مشاركة له بفيلم العنكبوت بصحبة أحمد السقع كما رحل صاحب الأدوار الصعبة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض رحل أيضا في عام 2022 حيث أعلنت عن خبر وفاته إحدى أقاربه عبر صفحته على فيسبوك عم عهدي صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيئ نفسي للحظة دي بقى لشوية وأقول لنفسي أني أبقى أنانية لو تمنيت له أي حاجة غير أنه يرتاح من آلام المرض يذكر أن الفنان الراحل عهدي صادق من موليد 1955 وقد بدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة تميز فيها بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا ولم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما كان يؤدي الأدوار الصعبة التي ظلت في ذاكرة المشاهدين خاصة تلفزيونية إذ أثار البهجة في نفوس الكمهور بأدواره في أهم سلسلات فترة الثمانينات التسعينيات فشارك في ليالي الحلمية والشهد والدموع ورافة الهجان وأرابيس وزيزينيا وبوابة الحلواني وغيرها من الأعمال كما فقدت الساحة الفنية السعودية الفنان الكبير جعفر الغريب الفنان المعروف عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض وخيم الحزن على الوسط الفني السعودي عقب انتشار خبر وفاته والذي أعلن عنه الفنان حبيب غلوم من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع عن استجرام وأرفق الخبر بصورة للفنان السعودي وعلق غلوم على المنشور قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله العهي العظيم الزميل الفنان السعودي جعفر غريب في ذمة الله رحمه الله وغفر له نعزي أنفسنا وعائلته الكريمة والزملاء في المملكة العربية السعودية بهذا الفقد الأليم إن لله وإن إليه راجعون ولد جعفر الغريب الذي ولد في خمسينيات مشوار مسيرة حافلة في التمثيل تتقاوز 34 عاما كما رحل كذلك الفنان السعودي خالد سامي وهو من بين الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2022 عن عمر يناهز 60 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض حيث تعرض لثلاث قلطات صغيرة في الدماغ وأعلن عن خبر وفاته نجله فيصل وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر لله ما أخذ والله ما أعطى كثيرا والدي خالد السيماني أو كما تعرفونه باسمه الفني خالد سامي انتقل إلى رحمة الله اليوم بسبب تداعيات صحية وكان للرحل عديد المشاركات المميزة في عالم الدراما فقدم العديد من الأدوار المميزة منها مشاركته في أحد أجزاء مسلسل طاش مطاش وأعمال درامية أخرى والتي كان شكلت رحيل الفنان جورج الراسي صدمة كبيرة حيث حل عن عالمنا بعد حادث أليم عن عمر يناهز 39 عاما وذلك أثناء عودته إلى لبنان بعد حياء حفلا فنيا في دمشق على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريقة الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية الفنان جورج الراسي هو من عائلة فنية فوالده عازف عود في الوسط الموسيقي اللبناني وشقيقته الفنان نادين الراسي ودخل جورج الراسي عالم الغناك محترف في عمر السادس عشر جورج الراسي كان صوته مميزا جدا وكانت طبقة صوته واداءه قريبين من صوت الفنان جورج وصوف لدرجة أنك عندما تسمع جورج الراسي تعتقد أنه جورج وصوف كما رحل عن عالمنا الفنان السوري بسام لطفي اضغيب الموت أيضا واحد من أشهر الفنانين في سوريا وهو الفنان بسام لطفي عن عملة يناهز الثانية والثمانين عاما ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسهم بسام لطفي في تأسيس الحركة الفنية في سوريا حيث تنوع التقربته بين السينما والمسرح والتلفزيون حيث شارك بتمثيله الغريب العام 1960 وهو من أوائل العمال التي عرضت على التلفزيون